الرئاسة توجه الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار بالحديدة بالتعاون مجدداً مع كبير المراقبين الدوليين بعد محادثات نجراها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين غريفتس مؤخراً مع قيادة الحكومة الشرعية في الرياض بعد أكثر من شهر من القطيعة مع المبعوث الأممي على خلفية اتهامات رئاسية له بالتماهي مع الحوثيين وجه الرئيس هذه الفريق الميداني الممثل للحكومة في لجنة إعادة الانتشار بالتعاون والعمل على إنجاح مهام رئيس اللجنة بما يضمن تصحيح أي اختلالات وتصويبها وتنفيذ اتفاق الحديدة التصريحات الصادرة عن المبعوث الأممي تعكس ارتياحاً بادياً جراء نجاح مهمته في الرياض إثر اجتماعات وصفها بالمثمرة مع نائب الرئيس ألم حسن صالح ما دفعه إلى التصميم على المضي قدماً بعملية السلام وبحسب مصادر رئاسية فقد طلب المبعوث الأممي من الحكومة الشرعية تقديم خطة لإعادة امتشار جديد في الحديدة خلال الأيام القادمة لدراستها وإجراء مشاورات لتنفيذها يأتي ذلك في ظل تصعيد عسكري كبير للحوثيين في مدينة الحديدة في وقت أفادت فيه مصادر ميدانية بأن الحوثيين الضاعفوا من التحصينات العسكرية في المدينة وزرعوا المزيد من الألغام والمتفجرات في الأحياء السكنية فيما كانت قد أضافت في وقت سابق تصريحات كبير المراقبين الدوليين الجنرال مايكل لوليس جارد ببقاء المظاهر العسكرية الكبيرة للحوثيين في ميناء الحديدة معطاً جديداً إلى التهديدات التي تعترض جهود الأمم المتحدة لدفع الأطراف نحو ترسيخ السلام الهشي في الحديدة التصعيد من جانب الحوثيين في الحديدة دفع بمسؤولين بارزين في الرئاسة إلى التشديد على أهمية الحسم العسكري على نحو ما جاء على لسان مستشار الرئيس ياسم مكاوي الذي اعتبر أن اتفاق السويد انتهى منذ وقت طويل وكشف في الآن نفسه عن ضغوط تمارس على الحكومة الشرعية دون أن يوضح طبيعة هذه الضغوط من جهته شدد الناطق باسم الحكومة راجح بادي على وجوب تنفيذ اتفاق السوك هولم كمنظومة متكاملة دون أي تجزئة وأهمية احترام الضمانات الأساسية للحل والمتمثلة في المرجعيات الثلاثة تفاؤل المبعوث الأممي دونه الكثير من التحديات خصوصاً أن غريفتيس لم يغير شيئاً من مواقفه من التداعية السلبية لخطوة الانسحاب الأحادي الجانب التي دعمها وأثارت غضب الرئاسة والحكومة